بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله يعطيكم العافية يا رب أخواني بدأنا ناقش ورقة عمل جدا جدا مهمة إن شاء الله تعالى من هون ليوم السبت القادم إن شاء الله رح يكون لكل اللقاعات ما أخذينها وضرور جدا أن ننتبع عليها ونتبع للفيديو بحيث أنه شروحات معينة للوحدة الأولى لأفكار التحويل الآن بسم الله بنعرف كل ياتنا الوحدة الأولى فيها أغلب أو حتى 90% على الأقل من أفكار التحويل موجود في الوحدة الأولى الآن مشكلة الطالب صراحة جزء من الطلاب يعني أنه لما نخلط ثلاثة أربعة جمل مع بعض الآن مش يعني صعب مرات بعاني شوي أنه والله هاي على الدرس الفلاني أو على الدرس الفلاني فعشان هيك الورقة هاي ممكن تكون إن شاء الله مصعيفة في هذه اللحظة الآن بسم الله في عنا هون أولا قد يقوم واضع السؤال بإنزال قد يقوم واضع السؤال بإنزال نفس الفاعل فحينها لابد من معرفة أن هناك عدد من الدروس تكون حسب هذا النسق يعني إذا قام واضع السؤال بإنزال نفس الفاعل مش بالضرورة على الدرس الفلاني في عنا أكثر من درس الآن أول درس اللي هو present perfect continuous الآن present perfect continuous يخواني اللي هو قانون قانون اللي هو إيش هذا قانون المضارع التام المستمر الآن الأهم لازم أعرف أنه القانون هذا اللي هو حكينا have أو has followed by been followed by verb ing الآن هذا اللي هو استخدام الآن استخدامه بدرجة الأولى عشان أربطه فكرة التحويل استخدامه بدرجة الأولى التعبير عن حدث متى الحدث هذا بدأ في الماضي حدث بدأ في الماضي ولا يزال ولا يزال مستمرا يعني حدث بلش في الماضي يعني started in the past بدأ في الماضي ولا يزال مستمر الآن بدأ في الماضي لابد من الجملة الأصلية أنه يحتوي فيها على شيء بدلنا أنه الحدث بدأ في الماضي بدأ في الماضي في عنا هون الكلمات اللي ممكن أسأل عنها اللي هي كلمة started أو اللي هي كلمة began started أو اللي هي began started هون في صيغة الماضي verb 2 وبقان نفس الشيء اللي هو الآن بما أنه في الجملة أجد started أو began هذا بيدلنا أنه الحدث في هاي الجملة بدأ متى بدأ في الماضي الآن بلاقي في الجملة نفسها شيء بيدل على أنه لا يزال مستمر بلاقي كلمة اللي هي still still بمعنى اللي هي لا يزال الآن بغض النظر بعرف المعنى أو ما بعرف المعنى لما أجد في الجملة started بدأ وstill لا يزال إذن الحدث متى بدأ في الماضي ولا يزال مستمر اللي هو قانون أي زمن يا إخواني هذا اللي هو المضارع التام المستمر لابد أني أطبق القانون بطريقة صحيحة have أو has followed by ben followed by verb ing الآن في عنا الجملة اللي هون started revising English at 5 am it is 9 am and he is still revising الآن بنتطلع في عنا هون الفعل اللي هو started الآن البديل عن started اللي هو began بتطلع في الجملة كاملة الآن في عنا هون still هو الوضع الطبيعي تكون كلمة still بس فعليا حتى لو ما كانت كلمة still الآن في عنا هون اللي هو is we revising بيدل على أنه الحدث لا يزال مستمر إذن بدي أحول على إزمن إخواني مضارع تام مستمر مضارع تام مستمر إليه قانون اللي هو have أو has إذن هون اللي هي هي like has بعدين اللي هي been بعدها بعدين اللي هي الverb ing الآن الverb بأخذه من بعد اللي هو started هذا الموجود عننا اللي هو revising هاي revising الآن في عنا بعدها English هاي English نزلت الآن في عنا هون اللي هي at وفي عنا هون اللي هي sins five five إذن هو بدلنا اللي هي كلمة at بكلمة اللي هي sins لما آجئت طلع على الجملة الجديدة اللي تحت الآن فيها هاي بتدلنا على أنه حدث بدأ في الماضي ولا يزال مستمر من خلال إيش من خلال تطبيق القانون لأنه قانون هذا قانون اللي هو المضارع التام مستمر نفس الفكرة موجود في الجملة الأصلية الأصلية فيها استاد بدأ وفيها still لا يزال إذن يطبق عليها القانون طبعا في كلام هون مشروع عليها هاي لابد أنكم تطلعوا عليها والإجابة موجودة الآن الدرس الثاني ممكن يكون اللي هو درس الكوزيتف أو اللي هو having things done الآن هذا الدرس له قانون يخوان اللي هو قانونه اللي هو h o v الآن ال h هاي اللي هون اختصار اللي هي لhave أو أشكالها يعني قد تكون have قد تكون has قد تكون had وقد تكون اللي هي having الآن ال o هاي الموجودة اللي هي اختصار لشيء اسمه اللي هو ال object المفعول به وفي عنا ال v هاي اللي هون شرط شو لازم يكون اللي هو ال v 3 التصريف الثالث الآن الفكرة من هذا الدرس كله كامل إنه بما إنه اسمه انتداب أو سببية إذن أنا أطلب من شخص يعمل شيء معين إلي يعني مثلا سيارة بعثت عند أخ ميكانيكي الآن بحكي له إذا سمحت بدي السيارة جاهزة مصلحة الآن مصلحة اللي هو التصريف الثالث هذا بدي يكون اللي هو ال v3 أكيد الآن الفكرة عنا نزل هون i ask مثلا a specialist to organize the files الآن وجود نفس الفعل طبعا الآن وجود الفعل ask هذا اللي هون مع نفس الفاعل مع نفس الفاعل إذن المفروض أنه على درس الكوزيتر الآن قانون الدرس اللي هو h o v الآن بظل ماشي أي فعل مساعد بلقي بوجهي بنزله الآن لما أوصل للفعل ask الآن هون ما في أفعال مساعدة بحيثنا تنزل إذن مباشرة الآن بنزل اللي هو القانون الجزء الأول منه اللي هو هاد طب ليه نزلنا هاد حصرا هاد بنزل هون هاد إخواني لأنه هذا اللي هون عنا اللي هو v 2 verb 2 إذن أنا بأخذ شكل الفعل الآن الفعل هذا اللي هون verb 2 بأخذ شكله شكله اللي هو إيش هاد الآن أخذت شكل الفعل خلص أخذت البديا منه بشطب عليه ببحث عن فعل بديل نجده أما بعد 2 أو بعد هو الآن 2 إذن هذا اللي هون الفرب الفعل الجديد واللي بعد الفعل الآن الموجود عندنا هون اللي هو الـ object المفعول به الآن قانونة h o v الآن خلصنا منه ظللنا اللي هو الـ o اللي هي the files هاي the files والverb 3 من الفعل اللي هو organized هاي organized أوكي الآن organized بالz أو بالس أمريكي بريطاني ما بتفريق نفس الشي إذن اللي هي h o v الآن لو كان عندنا مثلا هون i am asking لو كانت i am asking الآن i am asking بنزل am بتصير i am لما بوصل لasking بأخذ شكله اللي هو having إذن i am having وبنقص عليها في زمال اللي قداما شوي بنشوفها الآن هاي الحالة الموجود عندنا أوكي الآن الحالة الثالثة ممكن يقوم بإنزال نفس الفعل اللي هي وجود تحويل على intend وبي بلاننج الآن الفكرة والمفهوم العام بالتحويل من intend لبي بلاننج الآن intend هاي الكلمة معناها ينوي ينوي intend ينوي من حالة لحالة من زمن لزمن أو اللي هي من فعل لفعل آخر بحيث أني أعطي بالنهاية نفس المعنى الآن بننتبه ضرورة جدا على اللي هي شكل الفعل intend قد يكون الفعل intend قد يكون الفعل intend الآن إذا كان intend فهو v1 مضارع إذا كان intend فهو v1 float by us هذا اللي هون اللي هو مضارع بسيط أكيد الآن إذا كان في عنا هون intended intended هاي الموجودة اللي هي v2 بدأت تكون اللي هي ماضي الآن قد يكون اللي هو في حالة النفي كمان شوية بنشوف عليها شغلات معينة الآن في عنا هون i intend to translate the recommendations الآن في عنا هون نفس الفعل في عنا اللي هي كلمة intend إذن التحويل لإيش أخواني بدي يكون لبي لبي بعدين اللي هي planning الآن فعل بي لازم يكون بناسب الزمن اللي فوق الآن اللي فوق هاي اللي هي v1 verb 1 بما أنها verb 1 إذن تحت شو بدي أن أزل هون اللي هو من أفعل بي اللي هي آم الآن بعدين اللي هي كلمة planning وندير بالنا بالله كلمة planning لما نعملها اللي هي i نجيب نعمل duplication لحرف الان إذن i am planning الآن بكمل اللي هي 2 وهي في عنا اللي هي translate the recommendations نفس الشيء إذن i am planning إذن i intend to translate بتصير i am planning to translate أوكي لو كانت هاي اللي هون intended في الماضي إذن i was planning مش مطروحة في كتابنا بس إنه من باب العلم في الشيء يعني إذن i intended لو كانت ed ماضي بدأتكون i was planning المفروض إذن هون اللي هي duplication لحرف الان الموجود وأكيد مر عليكم في حالة من الحالات إنه في عنا خمس أفعال الخمس أفعال هذول بده يجي بعدهم اللي هو to followed by verb one الأفعال عنا بدءا من الفعل اللي هو intend هذا الفعل وفي عنا الفعل اللي هو plan هذا الفعل في عنا الفعل hope وفي عنا الفعل اللي هو want وفي عنا الفعل اللي هو afford الآن هذول الأفعال الخمسة الموجودات لازم يجي بعدهم اللي هو to followed by اللي هو verb one الأفعال هذول المهمات سواء كانوا هذول في سؤال ضع دائرة أو صحيح فعل أو كان في التحويل من intenda plan فهي فكرة مهمة جدا الآن هاي إذن لما بدون ننزل نفس الفاعل فهي بده تكون على إحدى الحالات السابقة الآن في عنا هون ثانيا التحويل على درس اللي هي الجمل الشرطية الآن الجمل الشرطية في المستوى الثالث موجود مع نحنا درسين تحويل على الجمل الشرطية أو فكرتين في عنا فكرة اللي هي تحويل على type two type two وفي عنا فكرة ثانية اللي هي تحويل على zero conditional الآن على type two هذا اللي هون اللي هي لتقديم اللي هي giving advice أدفايس أخواني اللي معناها اللي هي نصيحة الآن في قالب معين لإعطاء النصائح في type two القالب الموجود في المستوى الثالث في المستوى الرابع راح يكون في عليها بت الابوريشن يعني شوية تكبير الفكرة هاي في الرابع الآن في الثالث الفكرة اللي عليها اللي هي if هي if i بعدين اللي هي if i wear بعدين اللي هي you في عنا فاصلة في عنا هون i would الآن i would وفراء الآن شرط طبعا هاي اللي هون شرط لازم تكون بالطريقة هاي if i wear you فاصلة i would الآن أنا كي بدي أعرف أني بدي أحول أنا والله لتايب تو على هذا النمط اللي هون بتكون تحتوي الجملة المفروض على اللي هو الفعل should الفعل should بمعنى اللي هو الفعل ينبغي يعني من باب الوجوب والله ينبغي علينا أن نعمل كذا وكذا إذن اللي هو يعني لو كنت مكانك راح أعمل كذا وكذا أعطيت نفس المعنى ينبغي عليك أنك تدرس زيد كويس الآن لو كنت مكانك كان بدرس كويس الآن إذن هاي الكلمة اللي هي كلمة اللي هي should الآن قد يكون مرافقة ب i think أو i believe بس مش بالضرورة لأن ما ببني عليها شغل ببني أنه وجود اللي هي should if i wear you i would معناها هاي اللي هي إيش أخواني معناها لو كنت مكانك لو كنت مكانك الآن نطلع على الزملة الموجودة هون إذا سمحتم يا حضرات i think you should reconsider these strange thoughts الآن في عندنا think بس ما ببني عليها في عندنا هون اللي هي should بما أنه موجود عندي هون كلمة اللي هي should وفي عندنا هون if إذن ثبتت الرؤية على التحويل على أي type إخواني هذا اللي هو type 2 type 2 فيه إلو قالب ثابت اللي هو if i بعدين اللي هي where if i where you في عندنا فاصلة هون معينة بإمكاني أن أخير بين ود وكود ومايت على رغم أنهم في سلايد دفرنسز ترى بينهم في فروقات بسيطة جدا بينهم بس محنا ملناش علاقة فيها هون الآن هون الأفضل اللي هو كلمة اللي هي would أو عفوا هي لازم تنكتب لها if i where you فاصلة i would وأي طالب حضر معي بدورات الآن كان خلص بعرف حتى الفاصلة أحفظها حفظ يعني لعند حرف الدي هون ممنوع غير ولا شيء الآن اللي هون منطقيا هي بديلة عن إذن بكمل اللي بعدها اللي هي هي وبعدين اللي هي إذن هاي اللي هون بنزلها زي ما هي أوكي الآن لابد أني أنتبه إذا تكرمتم يا حضرات الآن ممكن تكون يعني إذا كانت الآن هون بدأ اللي هي إما التغيير اللي عند حرف الدي الله يحفظكم يا رب لعند حرف الدي ممنوع غير ولا حرف لعند حرف كما هو بدون أي تغييرات الآن تغييرات إذا بدأت تصير اللي هي بعد كلمة اللي هي الآن ما في فكرة إطلاقا في كتابنا بس نطلع بس هيك لو كان أنا مثلا مثلا هون كان عندنا اللي هي الآن ها لو بس ما فيش غيرها ما ببنيش عليها يعني ما ببلش الآن أفترض فرضيات معينة مش موجودة لا الآن لو كان عندي هون بتصير تحت في أفكارك إذا لو كنت مكانك كان أعمل كذا كذا في أفكاري إذا نيور هاي اللي هون اللي هي بدأت تنزل طبعا ما في تركيز عليها التركيز كله اللي هي على هجود اللي هي فاصلة آي وود وبكمل الآخر الآن هاي جوابها طبعا معناها يعيد النظر كلمة جدا ممتازة يعيد النظر الآن معناها غريب بمعناها اللي هي أفكار الآن في عنا تحويل على الشرط الصفري الآن تحويل على الشرط الصفري لازم أعرف أول شيء قانون اللي هو طايب زيرو طايب زيرو اللي هو قانون هذا اللي مستخدم إما للحقائق العلمية أو الحقائق العادية يعني الشغلات الصحيحة دائما قانون بما أنه شرط صفري إذن هو أقرب ما يكون لإيش من صفري أقرب مضارع بسيط الآن الشق الثاني بدي يعطينا هون اللي هو سبجيكت في ون في ون اس أو اس نفس الشيء اللي هو مضارع بسيط بسموه شرط صفري لأنه في صفر أفعال موضل ما في أفعال موضل إطلاقا فهون مضارع بسيط وهون مضارع بسيط ما فيش فيه موضل ون ولا موضل تو إذا بدأ نحولها بدأ تكون جملة أمرية هي في الأصل لأن كونه جملة أمرية إخواني جملة أمرية إذن الفاعل هون بدأ يكون يعني أنا بأمر شخص قدامي مش شخص غائب أو شيء إذن الآن الجزء الأول ما بيتغير عليه شيء نهيا ما بيتغير طبعا فيه شيء علميا ومعرفيا الآن إنه ما بيتغير لأنه هاي اللي هون جملة أمرية إذن الجملة اللي فوق خالية من الآن مع وجود إذن توميك خلاص تلغى الآن هاي اللي هن بنزلها الآن هاي الموجودة عنا فاعل والله هنا فاعل هاي اللي هون في عظماء ممكن يفكروها اسم هاي اللي هون كلام سليم حلو التفكير بس هنا أكيد فاعل بمعنى يؤدي وظيفة أو يعمل إذن هاي اللي هون بدأتصير اللي هي شخوان اللي هي functions هاي اللي هون طب ليه حطينا اللي هي الاس الموجودة عنا لأنه ذفان اللي هون عنه فاعل مفرد بما أنه مفرد بدأ يأخذ اللي هو اس أو ياس هلا في كتابنا موجود عنه هون كان في عنا الفاعل اللهم صلى عليه سيد محمد الفاعل موف بالكتاب الآن حاطين بين أقواس اللي هو الكلمة moves حاطين الاس بحيث أن الطالب يعني بيساعد ما بنبني عليها طلاب توجيه أكيد ما بيبني على أنه لازم يكون في عندي فاعل معه اس لا بعتبر أنها مش موجودة إذن هاي اللي هون functions مباشرة الآن ولاحظ أن الجملة احتوت على to make الآن أو so that الآن so that مش مطروحة في الكتاب بس هاي اللي هون لو شطبت هاي اللي هون to make وحط بمكانها واضع السؤال اللي هي so that راح تعطي the same meaning نفس المعنى يعني الآن بس so that صراحة أبعد شوي من فكرة الوزارة لأنه لو جاب لي so that راح تكون هاي اللي هي إذا كان مفرد يأخذ S يعني تكون جهزة مجهزة فالطالب بس بيحذب سؤالات بحط مكان الفاصلة وانتهى الموضوع بط نوبا دي نوز يعني ما بنعرف الآن هاي اللي هون لازم ندير بالنا وجود الأس الموجودة الله يساعد مهلا طيب الآن أوكي يا حضرات طبعا هاي حلها موجود الآن في عنا التحويل على درس الاحتمالات اللي وال سبيكيوليشن درس الاحتمالات الآن يجب نعلم أن واضح السؤال يريدنا أنه يحول على درس الاحتمالات إما من خلال معرفتنا لمؤشرات الاحتمالات لأن المؤشرات الاحتمالات موجودة 그러니까 عننا هنا تذكرين في كتابنا الآن هذه الكلمة جدا وفي التي الآن شكرا الآن حكينا هذول اللي هون كله حرف البي هاي اللي هون حتى طلابنا كلهم بتذكروا انه حكيت تخيلوا انه هاي مع عرف البي بي THINK بس اللي هم بتشكل ميزة هيك أكيد الآن هذول الكلمات كلهاتهم اللي هم علاقة هذول اللي هون في كلمات اللي هي MIGHT اللي هم علاقة في MIGHT طب ليه MIGHT الآن MIGHT الموجودة عنا MIGHT اللي ها علاقة في احتمالية بتنحكي عن 40 تقريبا ل 60% هاي اللي هون كلهم معناهم ربما أو من المحتمل إذن بيخذوا كلمة MIGHT لأن كلمات الاحتمالات إيش هما I'ma might أفعال أو اللي هو must أو اللي هو can't لأن must اللي هون إلو علاقة بالدرجة الأولى بكلمات اللي هي كلمة الي هي sure وفيه عنا اللي هي كلمة certain بس إلهم حالات كمان شوي بنذكرهم مع بعض لأنه فيه عنا اللي هي الكلمة الثالثة اللي هي can't هاي اللي هون تستخدم بالدرجة الأولى مع كلمات إيش أخواني اللي هي كلمة impossible هاي impossible اللي معناها مستحيل وفيه عنا غير كلمة impossible اللي هي كلمة unlikely الان هذول اللي هون بدهم ياخذوا ايش الفعل الفعل الموجود اللي هو الفعل كانت كانت استحالة المستحيل شورو سارتن معناهم هذول متأكد متأكد اللي هي مصد الان اللي حبي يراجع الدرس كله بتفاصيله هذا لانه شرحت في فيديو قبل فترة برجى اذا سمحتوا لصفحة المركز بروح على درس الاحتمالات مشروح شرح تفصيلي كامل بس انا نبدي اذكر تذكير فقط لا غير الان هون اذكر بحالات مصد حكينا اذا كانت شورو سارتن هذو المثبتة والعليمين مثبت حل اللي بدي يطلع اللي هو مصد اذا كانت شورو سارتن مثبتة والعليمين منفي حل اللي بدي يطلع كانت اذا كانت شور منفية او سارتن والعليمين مثبت او منفي فحل اللي بدي يطلع اللي هو مائت الان هاي اللي هون طالب اللي مر عليها الفكرة منذكرها بنسبة مية بالمية الافاضل والحضرات اللي مش متذكرينها هاي أو إذا طالب يعني لسوء حظي مثلا مش أنه من طلابي أو شيء وممكن يسمع مثلا هذا الفيديو الآن برجع على صفحة المركز في شرح تفصيلي لهذا الشيء الموجود هون ويستفيد إن شاء ربي عز وجل طبعا ما ننسى الدعاء للناس اللي طلبوا هذا العمل الله يسعدكم يا رب والناس اللي اشتغلوا والناس اللي درسوا وكل الدنيا والناس اللي صوروا كمان العاطف كمان الآن في عنا هون نطلع على الزملة الموجودة هون برهبس لايس بوك وزليفت ان ذي تابل الآن نزلي هون ليس هاي الموجودة اللي هي بعتبرها فاعل هاي مش فيه في البداية جاي فاعل هاي ما اعتبرو اللي هو فاعل بس هون الفاعل في فكرة معينة في عنا وجود اللي هي اس الملكية اس الملكية يا إخواني الإسم اللي قبلها والإسم اللي بعدها دائما دائما مع بعض الآن بما أنهم مع بعض دائما إذن هون أول شغلة بدها هون أول شغلة بدها تنزل لها كلمة بوك نزلناها الآن لاتس بوك أوكي الآن بروح بتطلع كلمة برهابس إيش بدها هاي فعل الاحتمالات بدها اللي هو الفعل ميت هاي نزلنا ميت الآن بتطلع بعد أفعال الموديلز كل أية إخواني أفعال الموديلز بدهوين حق يا إما إيش أو إيش فعل الموديل يا إما بدهو يجي بعده فيوان أو بدهو يجي بعده اللي هو هاف زائد Colombia هذا القانون جدا مهم جدا أي طالب واجب واجب عليه نو يحفظ يكون حافظ القانون درس الاحتمالات فعل الموديل يا فيوان حافظي ثري خلصنا الآن فيوان إذا كانت الجملة في المضارع أو المستقبل هاف زائد فرب ثري إذا كانت الجملة في أي زمن يا حضراتها في زمن اللي هو الماضي الآن باجي بتطلع هون بالله عليكم الان بوك مايت هاي مايت فيه عنه واز واز زمنها ايش هاي اخواني زمنها ماضي بما انها ماضي اذا بدي احل ايش هون اللي هو هاف هي هاف زائد الفرب الثري هسا الفرب الثري باخده من لفت ولا من واز لا باخده من واز شو هو اللي هو بين الان لفت بنزلها طب ليش اخدته من من اللي هو واز بالله عليكم اي بني ادم بيتشكك في معلومة هون انه والله هيك او هيك برجع لشرح الدرس ضروري جدا لانه في قوي اذا صغيرة حكيتها افعال بيتحترم اي طالب اسمعني الان موجود عنده في دوسيتو افعال بيتحترم عند الحل اي نقوم بالحل عليها ونقوم بانزال ما يليها كما هو فندير بالنا هذا الشيء مهم جدا اذا مايت هاف بن الى اخره او سلامتكم الان ما ننساش وجود اس الملكية الله يسعدكم الاسمين الاسم اللي قبلها واللي بعدها دائما بيتبعوا بعض الان شو اللي خلاني احلال درس الاحتمالات وجود ايش اخواني كلمة اللي هي كلمة perhaps الان perhaps هاي اللي هون معناها ربما اذا الاحتمال هذا اللي هو بدي يكون might الان في عنا فكرة هون العلاقة بالobligation اللي هو الاجبار الان في عنا اللي هي not allowed في عنا جمع المتناثرة موجودة في الكتاب هيك يعني لا تخضع لقاعدة معينة معينة صراحة الان not allowed معناها من غير المسموح غير المسموح يعني ممنوع ممنوع يعني يجب ان لا يجب ان لا اللي هي mustn't الان بنروح مباشرة الان not allowed اللي هي هي must وبنحط لها must not او mustn't عادي مش قضية الان هي mustn't الان بعد mustn't هاي اللي هون والله ما بينزل التو والله تو ما فيه mustn't الان مباشرة اللي هو record هاي record وفي عنا اللي هي lectures اللي هي lectures محاضرات او حصص يعني اذا هون you mustn't record lectures الان نطلع اذا مرة ثانية هاي اللي هون حولنا لمصنت ليش حولنا لمصنت يا اخواني لانه في عنا not allowed فوق not allowed اذا يحول مباشرة الى اللي هي كلمة مصنت الان بننزل على الفكرة اللي تحت في عنا هون not necessary لان not necessary معناها من غير الضروري من غير الضروري كمان هذول اللي هون هذول الفكرتين not allowed و not necessary كمان مشروحات بدرس الاحتمالات نفسه الله يسعدكم يا رب فمش غلط ترجعوله الان اذا في اي اشكالين معينة او ترجعوله تسألوني ان شاء الله تعالى I will be all ears رح اكون كل اذان صاغي ان شاء الله الان في عنا not necessary الموجودة هاي تحول الى اما don't have to او doesn't have to طب ليش معناها من غير الضروري من غير الضروري معناته don't have to لانه have to معناها ضروري don't have to مش ضروري فبحول لنفس الشيء الان you عنه هون اذا you don't اكيد لو كان هي شي طبعا اللي هي doesn't اكيد الان you don't هي you don't وفي عنا اللي هي you don't have to وفي عنا include such pieces of information اذا حولت انا not necessary لا ايش حولناها don't have to او doesn't have to معناها not necessary معناها مش ضروري مش ضروري الان هاي اللي هون اخواني بسأل طالب او طالبة بغض النظر يعني من باب يعني نستفيد اكثر الان ما كان حال او ما كانت اه بنت او شب بغض النظر الان اه زملة في امتحان زي هيك فبحكي لي استاذ انت او بتحكي لها يا بتحكي لها بحكي لي انه انت استاذ حكيت لنا عليها مش ضروري هاي اللي هون فانا ما درستهاش ياه للخير معناها مش ضروري مش هي مش هي ضروري هي ضرورية اهم مني هاي اللي هون معناها مش ضرورى معناها معناها هاها معناها مش ضروريões لها banyak اهدا. اوكينا نرجع هن بنشوف فيها علينا درس هو المبني المجهول. مبني المجهول احنا والفضل لله أن عرب وناطقين بالعربية في المفروض بنعرف عربيه قويس. الان مبني المجهول شرب العصير مثلا عصير بيغض النظر العصير. الان شرب الحليب. غسلت السيارة. مبني المجهول هذا مبني المجهول ما في فاعل المفروض. الان مبني المجهول كيف بدي أعرف إنه بدو مبني المجهول الآن بيقوم مواضع السؤال بإنزال اللي هو الأوبجيكت إذن إذا نزل المفعول به نزل المفعول به بدو مبني المجهول خلاص فاكتبها نوات صغيرة عندي ما نزل المفعول به مبني المجهول في معاشرات احتمالات على درس الاحتمالات نزل الفاعل نفسه قد يكون كذا وكذا وكذا نظل نعملها يعني نظل نرجع لهذه الشارلات اللي هون يعني بحيث أن المعلومة عنا راح تكون موجودة 100% يعني مئة بالمئة إن شاء الله تعالى في بالنا الآن هون في عنا رولز نزلها رولز الآن بتطلع هاي في عندي فعل نظري لوين حكينا إخواني قبل الفعل شوفي قبل الفعل هون اللي هي مصد مصد هاي مصد قانون درس المبني المزهول إيش هو اللي هو بي زائد فرب الثري الآن مصد اللي هون من أفعال المودلز بدو ينحط بعده بي خلصنا بي الفرب الثري من ستيت اللي هو ستيت هاي ستيت بكمل اللي يلزوم للموجودة عنا إذا بدو نحط بالآ بالآخر باي ذا بوليس هاي اللي هون اختيارية هاي إذا بدنا نحطها أوكي والآنا بنسؤول انا بحطهاش لو أنا بأمتحنا أنا بحطهاش إذن هاي مصد بي مصد بي ستيتد إذن هاي اللي هي فكرة الآن هاي طبعا الجملة ما بتغطي درس كامل درس كامل درس كامل أقل دورة يعني أخذت ساعتين ورس ثلاث هاي مشروح كمان موجود بإمكانكم ترجعوا له إذا بدكم تفاصيل أكثر وحالات بس هون اللي هو القانون العام له وفي تحية لكم من أستاذ مجاهد الزنيدي آ عظيم رياضيات العلمي يعني الله يعطي العافية ويبجام بسلم عليكم كثير السلام الآن في عنا هون آآ زملة آي هاف بن واركن نانستب ليس ذات آآ وتكملة موجودة الآن هاي الزملة على إيش بدها تحل الآن بطلع على درس كلنا أخذنا بس كفكرة عامة درس الكلام المنقول يعني يا إما ناخذ في الفكرة العامة الرئيسية هو الدرس الوحيد في در في في مادتنا اللي احنا بنحول الأزمنة لما هو أمضاء آآ 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 آ� الان في عنا الجزئية الاخيرة هاي اللي هي تحويل في درس الماضي التام لان الماضي التام المفروض اننا منذكرين الماضي التام اخوان احنا كنا بنحكي عن الزملة الماضي التام جزئين بدي يكون جزء فيها لازم يكون اللي هو subject followed by had verb 3 والشق الاخر بدي يكون اللي هو subject v2 بغض النظر قد يأتي هذا في البداية والhad verb 3 في الاخر مش موضوعنا يعني الان الكلمات اللي لها علاقة في الماضي التام بدءا اللي هي من كلمة اللي هي after في عنا كلمة اللي هي because في عنا تحت اللي هي after that في عنا هون كلمة اللي هي before في عنا كلمة اللي هي when في عنا كلمة then مرات تكون then and then وفي عنا buy وعنا so وعنا اللي هي later الان هذول الكلمات اول كلمتين اللي هم قاعدة قاعدتهم ايش اول كلمتين هذول اللي هون الشق اللي هما في هاد فرب 3 عشان المعنى يستقيم لانه هذا الحدث اللي صار اول الان الشق الاخر بده يكون اللي هو subject v2 هذول اللي هون عكسهم subject زائد v2 الشق الاخر اللي هو subject زائد had زائد v3 طبعا اثناء الدرس نفسهم الذكرين طلعنا buy حكينا عنها لحال طلعنا so حكينا عنها لحال مهمة كثير هاي اللي هون اللي هي buy الان after because من حيث القانون نفس الشيء شو يعني بده يجي بعدهم هاد فرب 3 الكلمات اللي تحت من حيث القانون نفس الشيء بده يجي بعدهم v2 الان اي كلمة فوق الخط مع اي كلمة تحت الخط بده يكونوا عكس بعض يعني after after that نفس ولا عكس لا عكس after before عكس الان because after نفس after that و before نفس الان هذا بايش بيفيدني نفس وعكس هذا اللي هون بالتحويل طبعا الان اذا روحنا مثلا لجملة التحويل الان في عنا taught the visa and then he traveled to the USA ايش الكلمة هاي اخوان اللي هون اللي هي and then هاي and then بنحطها بين قوسين بدي أحول من and then لا ايش للي هي after من and then لا after موجود عنا كل نبدوسياتنا كتبنا انه نتوقع ان واضع السؤال بيعطينا جملة قواعديا خطأ الوضع طبيعي جدا واجبوها اصلا جملة وزارة يعني وكانت قواعديا خطأ والوضع الطبيعي يعطينا قواعديا خطأ عشان انا ازبطها يعني فننتبه الله يسعدكم الان and then وafter بسأل هل and then وafter نفس ولا عكس هذول طبعا عكس شنو بيأكد لهم عكس الان بالله تعالوا هون هاي and then هاي and then موجودة عنا هاي and then وهي after اذا عكس بعض هسا بما انهم عكس بعض and then وafter عكس بعض معناها الملتسق مع and then مستحيل يلتسق مع after اذا جبت انا اللي بعد and then وألسقته لafter معناته انا عملت الكلمتين وكأنهم نفس الشيء وهما فعليا مش نفس الشيء اذا انا مضطر اجيب اذا سميت هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين and then and then after عكس بعض فمستحيل بجيب رقم اثنين هون بدو ينزل هون رقم واحد بس بدو ينزل بايش بدو ينزل رقم واحد بالقانون الصحيح ايش القانون الصحيح هاي بننزل الفاعل الان توك هاي اللي هون هات تيكن هاي هات تيكن الان في عنا اللي هي ذا فيزا بنزلها ذا فيزا الان بدل and then فاصلة الان هي travel to the USA بأخذ الجملة الجديدة هاي لحال وبشوف عليها هي جملة ماضي تام صحيحة ولا لا هاي after شو نحط بعدها هات زائد فرب 3 وشق الثاني شو كان subject زائد فرب 2 اذا استقامت طبعا هاي اللي هون بس فكرة تذكير فقط على هو الدرس كله كامل هاي حلها موجود الان بنشوف الان حل الجمل يلا يخواني بنشوف حل الجمل هذول الموجودات موجودات اللي هم حلول في نهاية الورقة بس للتأكيد يعني الان بسم الله the candidates must meet the demands of the job الان نزل هون the demands of the job هيها نزلها تحت جاية بعد الفعل حكينا اذا بدو النزل اللي بعد الفعل object اذا passive voice ما بين الموجود نظري لوين اخواني قبل الفعل شوفي must بنزلها هاي must قانون الدرس اللي هو بي زائد فرب 3 اذا must be الفرب 3 من الفعل meet اللي هو مت خلصنا الان جملة اللي تحت the specialist has tested all vehicles so now they are all functioning properly الان الان all vehicles الان هيها بدو شوف من وين جابها all vehicles جاية بعد الفعل بعد الفعل شو اسمو هذا اخواني object مفعول به اذا كمان passive voice هايز اللي هون تتأثر بمفرد وجمع اذا هون بدو تنزل اللي هي have قانون درسنا اللي هو بي زائد فرب 3 have been الفرب 3 من الفعل test اللي هو tested الانو بكمل في عنا هون so now they are all functioning appropriately بنزلها زي ما هي الان هون if you notice في عنا هون be وفي عنا هون been بي اللي هون because it is preceded by must it is preceded by have والان بنعرف المفروض have followed by verb 3 و must followed by v1 الان the professor devised the students into groups so better handle such topics الان نزلت هون اللي هي the students جاية هاي بعد الفعل بنسميها اللي هي object هيا نزل الobject تحت معناته مليون بالمئة passive voice قبل الفعل هون ما في فعل مساعد شو بعمل بشتق الان اشتق باقي هون للقانون نفسه الان be followed by verb 3 الموجودة عنا هون جمع divides مضارع اللي هي v1 زائد اس v1 زائد اس مضارع وهاي جمع اذا من فعل بي بأخذله اللي هو r خلصنا فعل بي خلص ضل الفرب 3 من الفعل divide اللي هو divided الان في تكملة into groups into groups الان بكمل الاخر the representative has successfully achieved the needed targets نزلت the needed targets targets جاية بعد ايش اخواني بعد اللي هو بعد الفعل الان في عنا قبل الفعل في عنا has عندي هون جمع بتنزل اللي هي have بنزل successfully الان قانون درسنا بي زائد v3 اذا been وفي عنا هون اللي هي achieved been achieved the highest grade in the final exam because of the determination the determination معناها اللي هي الارادة the highest grade الان هاي the highest grade وين موقعها جاية بعد الفعل الان اذا object نظري قبل الفعل ما في فعل مساعد انا باشتقله الان got زمنها ماضي مفرد الان اللي هي was الان تصريف الثالث من got اللي هو got نفسه الان in the final exam because of the determination i have found my missing laptop الان نزل my هي my صفات ملكية معنا تلازم نزل اللي بعدها نروح لحالات احتياطية معينة هيك في نهاية الدرس حالات احتياطية مهمة راح تلاقوا بالشرح اللي هي في عنا اللي هي اس ملكية وفي عنا صفات الملكية الان اذا my اول شغلة بنزل اللي هي my missing وفي عنا هون اللي هي laptop الان في عنا هون have الموجودة بتنزل اللي هي has قانون درسنا اللي هو been وبعدين الفرب الثري اللي هو found has been found الان احمد actually said that i must visit my uncle tomorrow الان هاي الزملة مبينة من خلال اللي هي وجود said اللي هي زملة reported speech الان بتطلع i اللي هون على احمد اللي هي هي المصد بتصير اللي هي had to في الدرس ومصد بجوارهم في ون اذا visit هاي بنزلها زي ما هي مين اللي بتحدث احمد اذا his هاي his uncle الان tomorrow اللي هي the following day او the day after the day after او the following day الثنتين يوصل الله وصح طبعا الان the following day الان خواني we will attract the attention of tourists to visit our country again some local people said that اذا جملة مية بالمية جملة reported we بنزلها اللي هي they حكينا we واشكالها بتصير they واشكالها واللي الموجود عنا هون بتصير would attract attract زي ما هي الان the attention of tourists to visit الان اول اللي هون من اشكال we هاي اللي هون اذا متتحول لاشكال they بتصير there وذير مذكرين انه كتابتها مهمة جدا اللي هي there country country again again i asked a person to remove such extra addition الان وجود نفس الفاعل مع ask علي ايش حكينا على درس الان بضل ماشي لما اوصل للفعل الان في عندي الفعل هاي مباشرة الان اذا اي هاد اخذت شكل الفعل قانون الدرس ما ننسى اللي هو اله وي الان اخذت شكل الفعل بروح ابحث عن فعل بديل اللي هو بعده اللي هو الابجيكت اذا في عنا هون اللي هي such في عنا هون اللي هي اكسرا وفي عنا اللي هو وفي عنا اللي هو الموجود اللي هو هاي الان في عنا اللهم صلي على سيدنا محمد يلا يا حضرات الان في عنا الجملة اللي بعدها هاي في عنا لان اي نزل نفس الفاعل اللي هو بديل عن لان فعل طبعا المطالبين في اللي هو الفعل اسك لان اي فعل مساعد بنزله اذا هاي اللي هون بنزلها هاي هاف لان قانون الدرس اللي هو اله وي باخذ شكل الفعل لان اه الموجود هون اللي هو وفي عنا هون اخذ شكل الفعل لان روح ابحث عن فعل هاي الفرب وهي اللي هو الابجكت الموجود الان هاد وفي عنا هون هاي انشنت في عنا هون وفي عنا اللي هي اخر شيء اللي هو التصريف الثالث اللي هو الابج targeting اللي هو الابج تكون في عنا هون اللي هي شد في عنا اف معناها اف اي ايش اف اي وير بعدين اللي هي اف اي وير يو فاصلة الان اي وود ولو نطلق اللي هي اي وود الان وود بديلة عن شد اذا اي وود ايش اخواني اي وود بيهيف الان بولايتلي الى اخره هاي بتدل على اي درس درس الاحتمالات الان نزل نفس الفائل بس ناقصه شيء شو هو اللي هو كلمة فرند بتذكرين اس الملكية الله يحفظكم يا رب الان بروح في عنا هون بدي فعل موضل مناسب فعل الموضل المناسب ايش هون مع برهابس اللي هو الفعل مايت هينزلنا اللي هي مايت الان از مضارع والحل دائما على فعل بي اذا مايت ايش اخواني مايت بي مايت بي وهي الموجود عنا اذا مايت بي هير وحل على فعل بي ونرجع للدرس المشروح الله يسعدكم واي سؤال انا جاهز برهابس اي رامز لانش الان رامز لحالها اذا اول شغلة بنزلها اللي هي لانش برهابس اذا شو بدها هاي اللي هون بدها مايت بعد مايت يا في ون يا هف فرب الثري الان كونها واضح ماضي اذا هاف زائد فرب الثري هاي هاف تصريف ثالث من واضح ايش هو اللي هو بين وهون اللي هي كلمة ردي بنزلها زي ماهين اي ام شور they are working now and then now and then معناها from time to time يعني من حين لاخر بس مصطلح توجيه حلو الان اي ام شور مثبتة اللي على اليمين مثبتة شو بدفع المودل بدفع المودل اللي هو مصط هينزلنا مصط الان في عنا they they هذا اللي هون اللي هو فعل مشترك في عنا r اللي هون موجودة مضارع بما انها مضارع اذا فرب one مصط بي الان working هاي اللي هون بنزلها ليش افعال بيتو احترام عند الحلب وين بلاقي اشي زي هيك ارجعوا للدرس نفسه او ارجعوا لي الله يسعدكم it's impossible that such students were underestimated الان such students الان في عنا هون impossible معنى بدرس الاحتمالات الان such students هذا اللي هو فعل مشترك الان نزل الفعل المشترك بتطلع impossible هاي اللي هون تاخذ ايش اللي هي كلمة can't impossible مستحيل معنى تو كانت يستحيل الان باجي بتطلع بعد can't ya v1 ya have verb 3 وير الموجودة عنها زمنها ماضي بما انو زمنها ماضي اذا ايش هون اللي هي can't have الverb 3 من اندرس ما تدلع طبعا من وير اللي هو بن ليش لانو افعال بيتو احترم وهي اصلا اصلا مش فعل اصلا الان we have to give a talk about the benefits of the internet next week so i need to prepare it this week الان سامي طول ذي ما ذات الان مثلا شيء زي هيك هو الوعوضة طبيعي لا بس بروح باكتب له هاي سامي الان طول هاي طول وهي في عنا ديمة وفي عنا هون ذات وببلش بسم الله الان وي واشكالها بتصير ذي واشكالها هاي ذي هاف تو شو بتصير اخواني اللي هي هاد تو give بنزلها زي ما هي a talk بنزلها زي ما هي about the benefits of the internet كله زي ما هو the next week شو بتصير اللي هي the following week the next week بتصير اللي هي the following هي the following week الان في عنا فاصلة فاصلة الصور بتنزل زي ما هي الاي شو بتنزل الاي مين اللي قاعد بحكي سامي اذا هي الول شو بتصير اللي هي would اذا هي would need زي ما هي to prepare زي ما هي it زي ما هي this week بتصير that week this week بتصير that week الان يسا دي اي انفورمد الان في عنا سيد وفي عنا هون زملة وكوتيشن المفروض انه ما يكون هذا يعني الهاي هي علامات تنصيص بس فالنفذ يعني موجودة او مش موجودة عفوا موجودة او مش موجودة نفس الشيء بحل بس هنا مبينة من وجود اللي هو فعل نقل الكلام الان هي سيد الموجود الان يسا دي هاي بنقولها الاخر الله يساعدكم يا رب الان اي بتصير مع راشد اللي هي هي انفورمد اللي هون اللي هي في تو شو بتصير اللي هي هاد انفورمد this professor بتصير that professor about زي ما هي the date زي ما هي of زي ما هي delivering زي ما هي my صفة ملكية من المتحدث راشد فبدا تنزل صفة ملكية لراشد اللي هي his presentation تفاصيل اكثر بنرجع للدرس الله يحفظكم يا رب الان لاث انتنز تستادي literature i congratulate him بهاني طبعا literature at university الان في عنا هون اللي هي انتنز انتنز معنا التحويل لا ايش لبيه planning ليث هي is الان planning هي planning الان is planning الان تستادي literature at university jordanian hospital started doing the open heart surgery in نانتين سبنتي دكتور زار ستل doing the operations الان jordanian hospital في عندي started هون وفي عنا هون ستل معنا حدث بدأ في الماضي ولسا تشغل على اي درس هذا اللي هو مضارع تام مستمر اذا ايش هون اخوان اللي هي have بعدين اللي هي have been بعدين اللي هي doing the open heart surgery الان ان ناينتين سبنتي هاي اللي هون تغيرت الان لسنس ان صارت اللي هي اسنس ناينتين سبنتي خلصنا الان نرجع لنفس الجملة jordanian hospital المستشفات بدأت في اجراء عملية اللي هي open heart surgery القلب المفتوح الله شاف الجميع بالالف وتسعمية وسبعين والدكاترة لا يزالوا بيعملوا العمليات اذا jordanian hospital have been doing بيعملوا اللي هي open heart surgery جراحة القلب المفتوح اوكي الان اه حضرات في عنا جملة رقم واحد وشتين شوفي عنا هون اخواني اللي هي انذن شوفي عنا هون اخواني اللي هي after تحويل من انذن لافتر نفس ولا عكس انذن وافتر انذن وافتر عكس اكيد بما انهم عكس اذا الملتسق بانذن لا يلتسق بافتر معنا مطر اجيب هاي اللي هون اذا ليث هاي ليث الان بعد افتر بدي نحط اللي هو had زاد فربل ثري هاد الان تصريف ثالث من got اللي هو got had got the ba هاي اللي هي the ba بعدين اللي هي فاصلة انذن هاي اللي هون امتت تحذف he intended to continue his ma اذا طلعت افتر ليث هاد got the ba وبكمل اما ما باخذها اسمان تكلي على معناها او على الشكل انا بفضل على الشكل صلاح it is not necessary for late to travel alone الان في عنا اللي هي late موجود هون اوكي الان بتطلع not necessary not necessary بنحول اما لا don't have to او لا doesn't have to طبعا اكيد هون doesn't have to لان travel alone بننزلها زي ما هي you are not allowed to give out such الان pieces of news لان new في عنا not allowed اخواني not allowed الموجودة هاي not allowed شو وضعها not allowed تحول لمسنت اذا مباشرة new age هون اللي هي you mustn't هاي you mustn't وبعدها بنحط the two اللي هي give out such pieces of news الان switch on the key to make the engine work الان if you في عنا to make هاي اذا بحول ل type zero if you switch on the key الان بدل the to make اللي هي فاصلة شو حكينا قبل شوية to make او so that الان the engine هاي اللي هي the engine الان هاي مفرد اذا هون كلمة work ما بتنزل work شو بدها تنحط اللي هي works مباشرة هاي الحلول يا اخواني تتأكدوا منها وتتأكدوا من الجمال مرة ثانية والله يسعدكم يا رب هاي ان شاء الله تعالى اه رح انزل الورقة هاي اكيد والفيديو يعني تقريبا سملتين يصل في نفس الوقت فبتعملوا share mentioned ان شاء الله تفيدوا الاخرين ان شاء الله تعالى والله يغفركم جميعا وthank you very much اي سفسار اي سؤال عليها اي شيء عليها ان شاء الله تعالى ما بنقصر نهايا thank you very much for listening thank you for being patient شكرا لصبركم وشكرا ان شاء الله تعالى وتذكروا دائما or Quranic instruction التعليم القرآني what says that الذي يقول انه انه لا نضيء اجرى من احسن عمله ولا يمكن فتحت الفيديو وسمعته بنية اني استفيد يعني اللي بحكي عنكم بنية انك تستفيد والتعبروا على الفاضي ولا يمكن هذا وعد رباني ولا زوال الكون كاملوا يا اخواني اهوا على الله من ان لا يفي بوعوده لاباده زوال الكون كله اهوا على الله عز وجل من ان لا يفي بوعوده الله وعدنا انه ما بيضيع تعبنا بس التعب من احسن عمل احسن اه احسن عمل اذا لازم لابد من الاتقال ان شاء الله تعالى thank you very much thank you to my last breath للنفس الاخير يعطيكم الصحة والعافية